مرحبا بالكل كيف قلنا اليوم غنشوفوا بزاف ديال الوصفات ونتعرفوا على مواد طبيعية الحقيقية منها من غير الحقيقية كيفاش الانسان يقدر اخترا رفقة حنان شاكر اللي هي صاحبة شركة اللي تصنيع مواد ديال تجميل طبيعية وبطبيعة الحال خبيرة كديرك في الوصفات الطبيعية مرحبا بك حنان قربع فكل ميكرو اللي عندك الله هي بك فيك حمد لله مرحبا بك تبارك الله انا مني تنشوف حنان تنشوف بزاف ديال الوصفة طبيعية صراحة والشي مرحبا اليوم حلا نتكلموا على الوصفة الطبيعية المرة اللي فيتا كنا تكلمنا على النيلة لانتا يا كانت واحد وقيتا تنضمس مجال ديالتجميل او للمجال ديالوصفة الطبيعية بزاف الناس بزاف الناس كي حاولوا انهم ياخدوها كواصفات اه وتعرفنا معاك ايضا على كيفاش ممكن نميزوها على غيرها اليوم عمشو نتكلموا على اللوبان لوبان تذكر من الاشي اللي ولت تندانس مية في المية اول شي لا بغينا نتعرفه معاك حنان انك نعرفك تبارك الله عندك بعطوة في هذا المجال لا بغينا نعرفه اللوبان اشنو هو مني نجا والاصل ديالو والناس كيفاش ممكن انها تميزو من نسبة اللوبان فهو كي يعني كين فوحد البلاسة اللي بوحديتها وكي تميز كين في سلطنة عمان بالجنوب وكذلك البلاسة اللي ملاسقا مع اليمن فوحد منطقة اللي اسميتها دوفار حضراموت هو اللوبان كين بخطو في العالم ولكن اللي كيميز اللوبان ديال سلطنة عمان هو بوحده المكونات دياله بوحده حتى الريحة فريدة من نوعها مختلفة يعني وكي بقى دائما الجودة العالية وهو ديال سلطنة عمان هو فيه ثلاثات الانواع غير فسلطنة عمان كين تلاسات الانواع يعني كين يكي نضف القمة كين يكي نضف وسط الجبل في القمة الجبل وسط الجبل وكين في السبحة يعني اعلى جودة وهو اللي كيكون قمة الجبل اللي كيكون هدك كيكون طبيعي ما ما اتصرش لب الرطوبة لب الماء لب كترت ساقطت يعني كدمك كيف ما كنقولو بوري واسم ديالو الحجاري انا تذكر سافرة الحجاري وافضلن الانواع ديالو كيفاش كنعرفوه هو يعني هاديك البلاسة كيكون مميز واحد اللون ابيض وكيعطانا واحد الناشا يعني منيك تتقبطيه منيك تتمسيه في يديك هو كيعطك واحد الغبرة يعني ليش تيقع العلك او لا اي حاجة اللي كيكون وديك اللي كتشبه ليم سيعتكش هاديك الناشا وفي نفس الوقت اللي شميتي يدك ساعتا واحد رائحة جميلة جدا اه الا انضغطيه فهو علكة علش سماوه اللوبان لانضغطيه تي تيرجع لينا بحل مسكا في الفم ديانا وساعتا واحد رائحة جميلة ومن بعد او ثاني منيسة حيدي تيرجع تلمو مسكو منيسة حيدي تعاودي كرمو تيرجع الحيقة ديالو الاصلو ولا يلا خلطنا واحد شوية ديالو مع الماء فو كيعتنات قريبا حالة حالة قدرت لسي الحليب مع اذاك الماء يعني كيعتب على يات اوتوماسيك هموها دك اوو هذهك اللي كيحتوي عليها اه دونك هادو ما الاشياء اللي كيميزو هو الرائحة ديالو مميزة ساقتو الناس اللي ك يعرفو كيششغلو به كسبق الرائحة ديالو مميزة كسب قدر يتعرفي غيمن الشم نعم صراحة أنا متكلمتي أنا جوجت الحاجات كتميزوا اللولا هي ديك بحل الغبرة يعني مني كنقيسوا اللوبان تذكر باش نعرفوه أنه حقيقي من غير الحقيقي أولا من الأشي اللي كتشبه لي بحل مثلا المسكة بحل مثلا الحرة مثلا نتكلموا أولا مني كنتكلموا أولا العلك هدو حويجات لي كنسبية كتشبه لي كتشبه لي كتشبه لي ثاني حاجة هي الريحة ريحة ديالو زوين على درجة أن الناس كي يبخرو بي كي يبخرو بي هدى با كتتصنع بيها الريحات ريحة الشرقية الأوريونطان يعني هو تقريبا شبيه برائحة العود عنده واحد رائحة خيف فقط الناس ولو كيستعملوا ولو كي تصنع في الماركات العالمية كم بخفا ها أعليش لأنه عنده واحد الويل إسانسيال ديالو كنسخرج منه واحد الزيت عيطري اللي تقريبا كتكون 15% من هديك الحبة ديال لوبان كيحتوي على الصمار كي يحتوي على الراتنج وفوق هاد مكونات كلها يعني كتميزوا بأنه قدر يستعمل في جميع الأشياء كذلك يستعمل في الأدوية علاش لأنه كيحتوي على مادة الكورتيزون اللي هي فيه طبيعية وما عندهاش واحد لأفي أو لواحد الجانب اللي هو خايم كيف ما قلنا كيصنعوا به وكيتصدر بواحد الأطنان كتير خارج للوطن خارج سلطنات عمال بلدان كلها الأوروبية والأمريكية وحتى من قبل يعني حتى كان كيتصدر للفراعينة ومين كان نرجعون ديروا في الأبحاث ديال الفراعينة كانوا توم كيستعملوا في الطقوس كالطرد الشياطين طرد الطاقة السلبية كانوا كيدديروا كمبارفان لهاديك الكي حنطوبي يعني كانت أشياء كتير كيتستعمل بها اللوبان ودخل في الدجميل في الوصفات الطبيعية اللوبانا شنو تيعمل على مستوى البشرة؟ باش نفهمك علش هو أنا لأنا كانت عندي واحد زيارة مما أنا باش عجبني هاد الشيسا في تخيلونتون دا بغدا يسكن واحد كسر من ست سنين بذيك المادة الصمغية اللي فيه جيتني تشبه الكولاجين دونك سرطول الكولاجين مكينش دبع الكولاجين كعرفو كمادة حيوانية ألوك أنا هاد الشبه اللي كيشبه لذيك الهلاستيسيتي وذيك التلصق ديالو تلمو يعجبني وجاني جلسوا فورم دو كولاجين اللي هو طبيعي ممكن يستعملو جاب أكيد فيه كذلك الزيت يعني أي حاجة كتحتوي على نسبة الزيت العطري فهي كتدخل في الشيق التجميلي ماشي غير في صناعات البارفان كذلك يعني هاديك البودغ ديالو حتى هي مزيانة ألوك بالاستعمالة ديالو كله يعني بالزيت ديالو بهذيك المكوينة ديالو فهو كيعطينا واحد للاستيسيتي البشرة الناس اللي لو ضعتي على الوجه ديالك أولا كيحيد لغيد يعني كيحفز لنا مادة الكولاجين وكتولي ناشطة وكتخدم دينو معني يغم زيانة زائد لتاش يعني أهم حاجة علش لأنه إن فهمني كتلقيش حاجة فيها الكورتيزون طبيعي فهي أوتوماتيك موشنو كدير كتمشي سكبح الميلانين وكتهيق لنا بشرة جديدة كي يجدد لنا الخلايا والا دونك أشياء اللي هي كتيرة ممكن أنا نستعمله في ميدان نعم نعطي قول وصفاتنا لاش كتليق بمعنة بارك الله كين بزوت العريسات ما شاء الله آآ كي بغيو بش دول بشرة ديالهم ويهي وها أيضا والا دبال الصيف يعني بداية الصيف دائما كنمشي وغي مع سوحيد اللون بون مين آآ باش نحيدو مثلا نبيادو أسان بوغسان هذا شوية صعيف هاد الوقت دائما أنا ما تنشجع شي لأن هذا كشي كي تقلي بغي بالعكس دونك نمشيو مع وصفة كي ما قلنا على العريس نمشيو مع سقلة والا واخاي هاد disseقلة غادي نحتاجو فيها هادي كدال جسم كامل Dipام الجسم كامل وهو إحتى البشرة دونك غيبب شرة أنا غادي نعطيكم كيفش عندي terms وكيفش ندمجها الجسم كامل واشنو غادي احيدو باش ندمجها غير البشرة هادي كتتوحد اللون واممتو كدي الاستعدادго the make monbok يعني كيوینه حتى ذكري بالاحبương عليها ليضatility نمشي مع الطين في المغرب الطين الأبيض والطين الأخضر عندنا الحنة ورقة سيدنا موسا نمشي للأشياء سماكية ومشي لنا الكولاجين ومشي لنا مع السلسل الحبار يضع لك أون بودخ كامل 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 بالنسبة لجسم ديالنا نضيف الحنة بالنسبة لوجه نحيد الحنة بالنسبة لجسم يعني هاد الأشياء اللي اعطيتها هادي نعودو نذكرو بيها باش ها كده نشوفو بالمقادير اللي كانت أغجيل الخضر أغجيل بيض الحنة سلسل ديال الحبار والبودخ ديال ورقة سيدنا موسا أنا ذكرت هنا ورقة سيدنا موسا لأنها تحتوي على فيتامينات عديدة مجددة الخلايا البشرة نون كنشدو هاد الخلطة هادي نخلطوها كنطلوها الجسم ديالنا كامل ما عادي بالماء زائد الجو ديال ديال الحامض والا عصب الحامض الحامض هنا ما غامشيو شبه لوجه نهائي بخلينا نحن دليل جسم ونعودو عتني ديال لوجه هادي نشو بالجسم ها نخلطو هاد الخلطة هادي كلها غادي دهنها العروسة الجسم ديالها هاد المدد مسلا قبل من العرس إلا كانت هاد العرس عندها قبل من أسبوعين قبل من ثلاثة قبل حتى ثلاث شهر ما شي مشكلة لأنه تنمو كيحيد لنا هادو 13 كيليسي الجسم ديالنا كتخليها تقريبا واحد المدة ديال ربع ساعة نص ساعة ومن بعد هاد كتستحم يعني احنا التقص ديال الحمام معروفين دونق هادي بالنسبة الوصفة ديال جسم هادي كلا مرة كلا أسبوع نخليها من ربعس ساعة وكتطلة الجسم ديالها كامل من العنق من كل شي كتخلي ربع ساعة نص ساعة ومن بعد كتغسل هدا بالنسبة الوصفة الوجه الوصفة الوجه هنا كمشيو كنحيدو الحنة لان الحنة تلمو كتنشف بزاف ماشي كل شي كيديرا الناس اللي عندو محب شباب تسمف وجههم ممكن اناو منستعمل الحنة الو كمشيو مع الارجي البلان وارجي الباخ كمشيو كذلك مع ورقة سيدنا موسى كتعطينا واحد تلمو حد النظار جيدة جيدة الوغ الزيوت اشنو غنستعملو والاو تسنسور دي الحبار بودرة كناخدوه الوغ منسوش اه دكرت هنا الزيوت اللي كتخصنا في الوجه وفترة عليش دكرت لكم الصيف الوغ الصيف ماشي قاع الزيوت كتوالي منها في الصيف دونك نبساعدو على الزيوت اللي هي داسي ما بزف امشي والزويوت اللي هي طاردة لاشيعة الشمس وكتعاون نحت بالبيتا كاروتين وكتعاون كتكولنا الفيتامين ا باش كتخلي لنا تجديد البشرة وتجديد الخالية من جديد ولو اشنا هي الزيوت اللي ممكن نزيدوها الى عندك زيت الجازر مهم بالزب انا كيعجبني فهل صراحة انا عبك محبة زيت الجازر لانو ستلمو كيعطينا كيعودي عزز لنا الفيتامين ا في الجسم وكي يجدد لنا الخلايا كيعطينا التجباد وكيخلنا الكولاجين كتتحفز بشكل قوي نعم ولو اه ما عندنا زيت زيت الجازر نمشيه مع زيت السمسم او زيت ديال ديال جنجلان سهو طارد الاشيعة الشمس ما كنخافوش منو زيت لفوكا كدريك زيت اللوز الحلو ماشي الحار دونك هدي اشياء نقدرون نزيدوها مع معلقة كبيرة مع هاد الخلطة هادو في الوصفات ديال الصيف هادو في وصفات الصيف دونك تلمو احنا دابا في الصيف نحاولو انا نعطيو غي الوصفات اللي خاصة في الصيف باش ما نقطروش البشرة ديالنا ممتاز باش قشدنا واحد لكسي لانا كينا نشي زيوت لانا كينا دهنتي بفوكا كينا زيت الخرواع يعني كينا زيوت لدهنتي هالوجه ديالك تخلنا واحد لكسي دليدام ولاخر جيب للشمس كي يعطينا العكس العكس بغالد فوالا هنا هاد هاد الوصفة هدي ما نخافوش منها نخلي وهوا واحد نص ساعة فوق من الوجه ديالنا ما ديك معلقة كبيرة ديال الزيت لانا حتى اللي زغجرة كنعرفهم كي نشفو لنا البشرة ولكن علاج حنا كنبحثو على توحيد البشرة هادك الطلاق اللي كنستعدو به الماكياش كنستعدو به لكنا غادي العرس او لحت كذلك العروسة تعطينا توحيد البشرة شيئا ما ماشي البقاع وماشي الكلف يعني كينا نرى وصفات اخرى اللي خاصة نعم ممتاز حنا كنعرفو انا دائما الوصفات هدي نصيحة طبيعة الحال تمن عندكم ان الانسان ما كيعافشوش كي تكون عندو حساسية من احدى المواد اجربها على المنطقة ديال من الاحسن يخلي نفس الوقتي لكني شحل نخليو على الوجات ديالنا لذي الوصفة هدي ولو دائما من ربع ساحة حتى النص ساعة نص الوقت نخليها دائما على المنطقة ديالي اه تل اه وقتا كتر من الساعة لكن ان تست خلصنا كتر على الاخر واحد ربعين دقيقة ممتاز وم بعد نشوف واشنو غدا كشنو دارتلينا على اليد ديالنا بعدك ساعات كانت بقو على الوجات ديالنا هادي وصفة كتعطيك تليك لالوجات ديالنا وهذا وهذا التوحيد له. والا. الى كانت وصفة للشعر. كانت بزفة العريسة تما كي للشعر دياله من الامور. كل شي كيقلب على تسرطيب ديال الشعر. كل شي دا با كيقلب باش يرتب الشعر دياله. الاغلب يسخصوا احنا هنا في المغرب ماشي كل شي عندهم شعر. ليس يعني. ليس. الو بالنسبة الوصفات اللي كان اعتبرهم انا كولاجين للشعر. كان ناخدو البانان. كان ناخدو الوجيل ديال الوي فيغا. ولو انا الدرق دا تطرر بزف. كان ناخدو الزيت الزيتون زيت العود لانك اعتنا تهو واحد واحد سيبان شعر جيد جدا. وناخدو كذلك الماء ديال زريعة الكتن. كان ناخدو واحد كمية ديال زريعة الكتن. كانت بخوها في الماء ومبعد نصفيوها. كانت بحل جيل. كانت بحل جيل. كانت بحل جيل. كان ديرو هاد الخلطة هادي كلها نطربوها مزين حتى كان حصلو عليها هنا من بلا ما نديرو فيها بدون استعمال اي زيت علاج لان بش لان الزيت شوية ما كتخليش نال هاد الاشياء. عند رفع زيت العود. اللو غ تلمون زيت العود بغضا. اسمحوا لي لانا. مشات كبع وصف اخرى. والا لا لا باللاتي زيت العود نخليوها أبطى. بوحديتها. كنديرو الوصفة بوحديتها بدون زيت. حتى كنت خلق علينا. يعني كنستعملو هاد الوصفة. كان خلطو ونطبقوها على شعرنا. نطبقوها على شعر خيصلة بخيصلة. علاش لان. كان حلبو كان بقاو نجبدو الشعر. ولكن جبدو هاد يون مانيغ اللي ان في حالة كنديرو ديفريزاج للشعر دياننا. الو كان مشطو الشعر بالمشطة من بعد. هاد كنقدرو نحطوه الزيت. يعنيش انا قلت لان في الاول اي لادرنا الزيت ما غيتخل ما غيتتغلغلش لنا. زيت تلمو كتحجز لنا هاد. هاد كنحطو فوق منها تقريبا واحد نص كس ديال الزيت زيت الزيتون. واحد الكيمية كبيرة. كنحطوه فوق من هديك الخاصلة يعني يدخل عاكي عاوني حتى زيت العود باش انو كيمدد لنا هاد كشعيرات. كنخليو تقريبا واحد في الشعر دياننا حتى لساعة ديال مقانا من نص ساعة حتى لساعة ديال مقانا وتنغسلوه بواحد طريقة شامبوان مزيان لان الزيت باش يتغسل ما خاصوش يبقاني هائيا في الشعر ديالنا باش تكون نتيجة جيدة. اذا اه جل ديال صبار اه الماء ديال زرعت كتان بعد ما كنغلي وتوكي ولي جيل. نخلي دائما كاس كاس من كل حاجة. نعم زائد بنانا. كنخلطو المكونات كلها. نشقو بها الشعر ديالنا و نحلبوه مزيان. عادي كالساعة كنزيدو علي تقريبا واحد نص كاس ديال زيت العود. كنحاولو عسانين نضيرو عليها من الفوق. كنخليو على الشعر ديالنا. نخليو تقريبا من ساعة حتى الاكتر حتى ثلاثة سواء ماشي مشكلة يعني ابتداء من ساعة. حيس كالعوساني اللي كيكون بخاصة بالوقت. دونك ساعره هي كافية. كان اكثر كان احسن. ممتاز. بما انا انا هضلنا في البداية على اللوبان. اشلو الوصفة اللي ممكن انك تعطي باللوبان الكل. هاد الوصفة اللي بدك يعني نفعل كل الانواع البشرة. انا حاولت اعطيس كل شيء سجميع انواع الشعر وجميع انواع البشرة. ممتاز. حاولت انا اعطي كل شيء. اه بالنسبة. نختموه باللوبان. بالنسبة اللوبان انا كيعجبني الناس اللي كيخلطوه بالمو كيعطي دك افة حليب. نرشوف حال سيروم على الشعر ديالنا. اشنو كيدين. هيكي حيدوك لكاس يعني الناس اللي كنتهرس لهم الشعرة. فهو كيعاود يجبر هاديك الشعرة. هادي اغليل اشارة. يرشوه على الشعر دياله. اولوك بالنسبة اللوجيا. رشوه على الشعر ديالك تيلموك يخلي شوية شعر معلوك شوية. ولكن انا كان احسن يبقى في الشعر واحد لمدة ديال النهار كامل. يعني. ممتاز. وتاريحة ديالوز بينا. جميعها جدا. نعم. الوصفة ديالوجيا. الوصفة الوجيا هنا اللوبان كنحضروها وعندنا في الماء. عندنا بودرة نقدرو نهرسوه بالمهرز ويولي عندنا كونبودخ. ونقدرو كذلك نخلطوه مع الزيت ونستخلصوه لكن يلا خلطنا مع الزيت ما نقدر ما نجبدوه حتى تفوس عليه وسبوعين باش تلمو المستخلصات. يمشو كلهم في الزيت ستيعزلو اي زيت زيت ارغان زيت لوز اي حاجة. ولا درنا في المشحل خاصنا نخلي وعد نستعمل ناشر ساعة. ناشر ساعة. ناشر ساعة هدية باش كنا بالليل الصباح عاد نقدرو نستعملوه وكي اعطاك واحد المحالي بي. اللو بالنسبة لهاد الوصفة اشنو غادي نقدرو نديرو ناخدو واحد تقريبا نص معلقة دي البودرة للون إن اللو من غالى بباركة غير نص معلقة. كنا اخدو معلقة نمشي ولا اللبن. ومكره شي ان اللبن يكون حامض لانو قطنا ما كان حامض كيكون داك لاستيا لك عليش كنحتازو لاستيا لك لانو كيبيض لنا وكي أعطينا سوحيد البشرة. دائما دم حنا كمشين غاية سوحيد البشرة وهذا. ناخدو منو معلقة من هاد السيد لاكتيك اللي هو متواجد في البن. مع البودرة دي اللو بتي اللبن ونزيدو معلقة ديال زيت الزيت الجازار جيت الجنجلان زيت اللوز تلمو ونخلطو مزيان هاد الوصفة هذي ونحطوها على البشرة ديانة حتى هي من تقربا واحد نص ساعة وكن نغسلو هذي كسعتك نادارة والواحد شح المرة في الأسبوع هذي هذي وصفة لأنه كرام ماشي شي حاجة اللي ممكن أنا مقدر نستعمل واحد ثلاثة مرات في الأسبوع ودائما نجربو في اليد ديانة باشا كنا نتفادوا أي مشكلة